فيما يلي السلوكيات التي يجب الانتباه إليها واحد وجود ردود أفعال غاضبة تجاه ردود الفعل بدلاً من الانفتاح عليها التواصل هو مفتاح العلاقة الوثيقة ومع ذلك عندما ننشئ رابطة خيالية فإننا نميل إلى أن نصبح منغلقين بشكل متزايد على الحوار الحقيقي أو الطريقة اللطيفة والرحيمة لتبادل الانطباعات والأفكار وبدلاً من ذلك فإننا نميل إلى اتخاذ موقف دفاعي ولدينا ردود أفعال غاضبة أو مخيفة مبالغ فيها تجاه تعليقات شريكنا هذه أغلقت شريكنا سواء عقبنا شريكنا بالانهيار العاطفي أو معاملته بصمت أو الصراخ في وجهه فإننا نقول له إننا لا نريد أن نسمع ما سيقوله قد نثير مسافة عاطفية إضافية بقول أشياء نعرف أنها ستؤذي شريكنا أكثر من غيرها من أجل تغيير هذا النمط حوال أن تبحث عن الحقيقة فيما يقوله شريكك بدلاً من تفكيك العيوب في ردود الفعل إذا قال هو أو هي أشعر بالسوء عندما تشاهد التلفاز طوال الليل يبدو أنك مشتت أشعر بالتجاهل وكأنك لست مهتماً بي فكر في الأجزاء التي تهمك بدلاً من إضاعة الوقت في كل ما لا يروق لك قد ترغب في الرد بالقول لا تكن سخيفاً ودرامياً أنا متعب فقط قد يكون هناك بعض الحقيقة في ذلك ولكن يمكنك بدلاً من ذلك التوقف للتفكير لقد كنت متعباً مؤخراً ولكن هل يحدث معي أكثر من ذلك؟ هل كنت مشتت إلى حد تجهل علاقتي؟ سيكون ردك المتناغم حينئذ هو أنا آسف لأنك تشعر بالسوء لقد شعرت مؤخراً بالتشتت بسبب العمل والتعب عندما أعود إلى المنزل أستطيع أن أرى كيف أن ابتعادي عن العمل يؤذيك على الرغم من أنني لم أقصد أن أؤذيك يمكننا دائماً أن نجعل هدفنا هو سماع كل شيء هذا لا يعني أننا يجب أن نتفق مع ما يقوله شخص آخر ومع ذلك يمكننا أن نسعى جاهدين لنكون منفتحين ونطلب التعليقات من الأشخاص الذين نهتم بهم ونثق بهم حتى يشعروا بالارتياح في التحدث إلينا حول الموضوعات الأكثر صعوبة اثنان الاندلاق على التجارب الجديدة بدلاً من الانفتاح على الأشياء الجديدة في كل علاقة من المهم أن نحافظ على إحساسنا بأنفسنا كأشخاص مميزين عندما نتعامل مع شخص جديد يجب أن يؤدي ذلك إلى توسيع عالمنا وليس تقليصه عندما نقع في الحب لأول مرة فإننا نميل إلى الانفتاح على أشياء جديدة ومع ذلك عندما نبدأ في الانخراط في رابطة خيالية فإننا نميل إلى تبني أدوار وإجراءات تحدنا وتغلقنا أمام تجارب جديدة قد نصبح أكثر صرامة وتلقائية في ردودنا أنت تعلم أنني لا أحب هذا المطعم أو نحن دائماً نشاهد فيلماً ليلة السبت إنه في الواقع يؤذي العلاقة عندما نتوقف عن أن نكون أحراراً ومنفتحين على تطوير اهتمامات مشتركة جديدة يمكن أن يعزز الاستياء الحقيقي بين الشركاء في حين أنه لا ينبغي لأحد أن يجبر نفسه على القيام بأشياء لا يريد فعلها حقاً فإن إغلاق الجزء من أنفسنا الذي يبحث عن تجارب جديدة ويستجيب للشرارة الموجودة في شريكنا يمكن أن يستنزفنا من حيويتنا وعفويتنا يجب أن نكون منفتحين دائماً لاستكشاف الأشياء التي توسع عالمنا وأن نكون حريصين على عدم الحد من تجاربنا أو تجارب شركائنا جربوا الأنشطة التي يستمتع بها كل واحد منكم ومعرفة ما إذا كانت تضيف إلى ترسانة الأشياء التي يمكنكم القيام بها معاً ومشاركتها بطريقة مفعمة بالحيوية هذا لا يعني أنه يتعين عليك مشاركة جميع اهتماماتك أو تلبية احتياجات بعضكم البعض في الواقع من الضروري الحفاظ على استقلاليتك وتفردك نحن لا نحتاج إلى شخص واحد لتحقيق الإنجازات ولكننا نحتاج إلى أنشطة مشتركة العلاقة لا توجد في الفراغ الانفتاح على التجارب الجديدة يبقيه على قيد الحياة ثلاثة استخدام الخداع والازدواجية بدلاً من الصدق والنزاهة يعرف معظمنا من خلال التجربة أننا يمكن أن ندفع بعضنا البعض إلى الجنون عندما لا تتطابق كلماتنا وأفعالنا لسوء الحظ الخداع والازدواجية أمر شائع في العلاقات هناك الكثير من الرسائل المختلطة التي تعتمد على قول الأشخاص لشيء ما وفعلهم لشيء آخر ألا مثله تشمل قول أنا أحبك حقاً لكن التصرف وكأنك لا تملك وقتاً لتقضيه مع شريكك قول أريد أن أكون قريباً منك ثم انتقاد شريكك باستمرار عندما يكون في الجوار قول أنا لست مهتماً بالأشخاص لآخرين ولكن مغازلة أي شخص آخر في الحانة والأفعال التي تناقض هذا الكلام لا تشبه الحب إنهم يمثلون خيالاً عن كونهم قريبين ولكن دون ارتباط حقيقي ويضعون الشكل بشكل أساسي على الجوهر إن مثل هذه الرسائل المزدوجة تعبث بواقع شخص آخر وهو ما يمكن اعتباره انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان نهيك عن تهديد كبير لعلاقات المحبة الدائمة من المسلم به أن الصدق في العلاقة يمكن أن يكون أمراً صعباً لأنه لا يعني قول كل الأشياء المهمة الصغيرة التي تخطل في أذهاننا لشريكنا علينا أن نعرف نوايانا الحقيقية وما هي حقيقتنا الحقيقية وهذا يعني أنه علينا أن نعرف أنفسنا علينا أن نسأل أنفسنا باستمرار هل أنا صادق؟ ما هو دافعي؟ هل كلماتي وأفعالي متطابقة حقاً؟ إذا قلنا أننا نحب شخصاً ما حقاً فيجب أن تكون هناك أفعال نتخذها والتي سينظر إليها مراقب خارجي على أنها محبة عندما تكون أفعالنا صادقة يمكننا أن نخلق تقارباً حقيقياً أربع تجاوز الحدود بدلناً من إظهار الاحترام لها في الرابطة الخيالية يميل الأزواج إلى تجاوز حدود بعضهم البعض وتشكيل هوية مدمجة بدأوا يرون أنفسهم مثلنا بدلناً من أنت وأنا نحن نحب الذهاب إلى هناك لا نريد الذهاب إلى تلك الحفلة نحن نحب هذا النوع من الطعام الكثير منا يفقد عن غير قصد المسار الذي توقفنا فيه وبدأ شريكنا دون أن نلاحظ ذلك قد نكون متطفلين أو مسيطرين تجاه شريكنا ونتصرف بطريقة غير محترمة أو مهينة لشعور الشخص الآخر بذاته عندما يحدث هذا فإنه لا يؤذي شريكنا ومشاعره تجاهنا فحسب بل يقود قوتنا ومشاعرنا تجاه شريكنا يحمل العديد من الأزواج شريكهم مسؤولية سعادتهم ممن يؤدي إلى المطالب والشكوى والشعور بالعجز لكي تكون شريكاً محباً وتحافظ على مشاعر الاهتمام والجاذبية لديك يجب أن ترعي ما يضيء شريكك ويهمه يجب أن ترى شريكك كشخص متكامل ومنفصل يهمك بشكل مستقل عن احتياجاتك واهتماماتك الخاصة يمكنكما تشجيع بعضكما البعض على الانخراط في الأنشطة التي تعبر حقاً عن هوية كل منكما كأفراد سواء كان الأمر يتعلق بتعلم لغة أو تسلق جبل أو كتابة كتاب يمكنكم رؤية بعضكم البعض كما أنتم حقاً ودعم الأهداف والقدرات الفريدة لبعضكم البعض عندما نعطي شخصاً آخر هذه المساحة والاحترام والاحترام فإننا في الواقع نقرب هذا الشخص إلينا خمسة اظهر نقص الموادة وعدم كفاية الحياة الجنسية غير الشخصية أو الروتينية بدلاً من الموادة الجسدية والجنس الشخصي في الروابط الخيالية غالباً ما يكون هناك نقص في الارتباط الشخصي والموادة يمكن أن تبدأ الحياة الجنسية في الشعور بأنها غير كافية وغير شخصية أو تصبح غير موجودة تقريباً يصف بعض الأزواج حياتهم الجنسية بأنها أصبحت ميكانيكية أو روتينية للغاية وهذا يأخذ الكثير من الإثارة من جاذبيتهم من الواضح أن هناك ظروفاً خارجية حقيقية يمكن أن تؤثر على العلاقة الجسدية أو تغيرها ومع ذلك غالباً ما يكون هناك الكثير من الحديث الذاتي السلبي أو الأصوات الداخلية الناقدة التي تثبتنا عن متابعة حياتنا الجنسية من المهم تصفية الرسائل السلبية والبقاء على اتصال بهذا الجزء الحيوي من أنفسنا وشريكنا من الناحية المثالية نحن نسعى جاهدين للبقاء على اتصال مع مشاعرنا ومع مشاعر شريكنا سيكون هناك عطاء وأخذ مع إجراء اتصال حقيقي ممن يثير مشاعر حميمة ومحبة كلما كانت تعبيراتنا عن الحب أكثر حرية وعفوية قل احتمال الانفصال بينك وبين شريكك سوء الفهم بدلاً من الفهم في الرابطة الخيالية نميل إلى رؤية شركائنا كما نريدهم أن يكونوا وليس كما هم قد نقوم بتشويهها من خلال إضفاء المثالية عليها أو وضعها على قاعدة التمثال وقد نفرقهم عن بعض وتشويه سمعتهم من خلال إسقاط الصفات السلبية عليهم بل قد نراهم أكثر انتقاداً أو تطفلاً أو رفضاً منهم لأننا نشأنا مع أشخاص لديهم عندما لا نحترم الحدود بيننا وبين شريكنا فمن المرجح أن نراهم كامتداد لأنفسنا وقد نسيء معاملتهم أو ننتقدهم بطرق نسيء معاملتها أو ننتقد أنفسنا بها في العلاقة المثالية نرى شريكنا بشكل واقعي بنقاط قوته ونقاط ضعفه ونقبله كما هو ولا نسمح لأنفسنا بخلق صورة كاريكاتورية سلبية أي عدم التركيز على عيوبهم والانجماسي في الأفكار الناقدة ومع ذلك فهذا يعني أيضاً عدم خلق صورة عظيمة لهم لا يمكن لأحد أن يشعر بالحب حقاً إلا إذا شعر أنه ينظر إليه بشكل واقعي عندما يبنينا شريكما أو يهدمنا يمكننا أن نشعر وكأننا نقف على أرض هشة ولا نكون محبوبين حقاً كما نحن ولهذا السبب من المهم جداً عدم تشويه الشخص الآخر سبعة أن يكون متلاعباً أو مسيطراً أو خاضعاً نظراً لدفعات الأشخاص ورغبتهم في حماية أنفسهم قد يكون من السهل على الأزواج ممارسة الألعاب والتحدث بشكل غير مباشر بشأن رغباتهم واحتياجاتهم وقد ينخرطون في مناورات تلاعبية للحصول على ما يريدون مثل محاولة السيطرة على الموقف عن طريق البكاء والانهيار أو الانفجار والتخويف قد يتبنون أدواراً تؤذيهم أو تحدهم في علاقتهم على سبيل المثال غالباً ما يستقطب الأزواج بعضهم البعض حيث يصبح أحدهم متسلطاً ومسيطراً بينما يتصرف لآخر بشكل سلبي وخاضع قد يتخذ هذا أشكالاً مختلفة في جوانب مختلفة من العلاقة قد ينظر إلى أحد الشركاء على أنه رئيس الشؤون المالية وقد يكون لآخر هو من يتحكم في الحياة الجنسية بينهما قد ينجذبون إلى تولي أدوار معينة بسبب الألفة أو كوسيلة للشعور بالأمان لكن هذا يقود قدرتهم على التواصل كفردين متساويين في علاقة متساوية من المهم أن نطلب مباشرة ما نريده ونحتاجه من شريكنا حتى تتاح له الفرصة للاستجابة لاحتياجاتنا وتلبيتها يخطئ الكثير منا عندما يتوقعون من شريكنا أن يقرأ أفكارنا ويعرف ما نريده الأمر الذي يؤدي فقط إلى خيبة الأمل من المهم أن نقول ما نريد دون محاولة السيطرة على الموقف أو السيطرة عليه عادة ما نشعر بالضعف عندما نكون منفتحين بشأن هويتنا وماذا نريد وكيف نشعر حقا لكن هذه المباشرة هي أفضل طريقة للحفاظ على طريقة صادقة وحقيقية للتواصل والتي تحقق لنا ما نريده في الحياة من خلال إدراكنا لجميع أنماط السلوك التي تساهم في اضطراب العلاقة يمكننا أن نلزم أنفسنا بمعيار البقاء صادقين مع هويتنا وحساسين تجاه شخص آخر يمكننا تشجيع خلق جو من الحب والدعم مع الحفاظ على الصفات الفردية الفريدة التي جذبتنا لبعضنا البعض في المقام الأول يمكننا تجنب فخاخ الرابطة الخيالية والاستمتاع بالمغامرة الخام والحقيقية التي تمثل علاقة حب ترجمة نانسي قنقر